احتفت مدينة الموكلة بحفل فني وكرنفالي باليوم الوطني الثالث والخمسين لدولة الامارات العربية المتحدة نظمته الحملة الشعبية لشكر دولة الامارات بحضر موت برعاية من السلطة المحلية بالمحافظة المزيد في هذا التقرير نتابع عرفانا بدور دولة الامارات وقيادتها الرشيدة في دعم القطاعات الخدمية بالمحافظة ودورها الانساني المعهود الى جانب حضر موت الارض والانسان وعلاقات الاخوة التي عمدت بالدم لبانى تحرير ساحل حضر موت من قبضة العناصر الارهابية يأتي هذا الاحتفال من قبل ابناء حضر موت في عيد الامارات الثالث والخمسين ليوم الاتحاد الفعالية اليوم هي حفلة فنية ساهرة وقيمت بمناسبة الذكرى الثالث والخمسين لاتحاد دولة الامارات العربية المتحدة وهذا قل ما نقدمه في حضر موت لشقة في دولة الامارات العربية المتحدة ولما قدموه لحضرموت من دعم سخي طوال السنين الماضية والمساهمتهم الكبيرة في تحيير ساحل حضرموت من تنظيمات الارهابية الحفل الذي نظم في ساحة المرسى بخور المكلة شارك فيه حشد كبير من المواطنين تخلى له وصلاة غنائية قدمها الفنانون محمد بن حمهد وأنور الحوثري وشادي بن جابر قدموا خلاله مجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية التي تفاعل معها الجمهور شكر للحملة الشعبية للدولة الإمارات كانت أمسية أو حفلا غنائيا ساهر جميل أتحفون المشاركين من الفنانين بهذه المناسبة العظيمة على قلوب كل الحضار لأنها لدولة كثير خيرها على حضرموت عامة لدولة دائما معطاءة لدولة دائما نراها في الجوانب الصحية في الجوانب الأمنية واقفة مع حضرموت وهذه الليلة تعتبر جزء بسيط من رد الوفاء لهذه الدولة نقدم هذا الحفل المتواضع في هذه الليلة الجميلة على خور المكلة لنقدم شيء من الجميل والعرفان ورد المعروف لهذه الدولة العربية الأصيلة التي وقفت مع حضرموت في أحرك الظروف وفي أمس الحاجة لدعمها في المجال الأمني والمجال العسكري وفي المجال التنموي وفي الإغاثي وفي الإنساني فلا يمكن أن نوفي بحقها مهما قدمنا من الشكر مهما قدمنا من كلمات الثناء والإشادة يأتي هذا الحفل الغنائي والفني كتعبير عن عمق العلاقات الأخوية بين حضرموت ودولة الإمارات العربية المتحدة وتقديرا للدور الذي تلعبه الإمارات في دعم التنمية والمشاريع الإنسانية بالمحافظة التي يلمسها السواد الأعظم من المواطنين والتي تثم أغالبيتها عبر الذراع الإنساني لدولة الإمارات هيئة الهلال الأحمر